من أسهل أنواع الكبب الكبب الصاجية مع أنه في ناس بيشوفوها كتير صعبة وبدأ شغل كتير بس هي من أسهل أنواع الكبب الكبب الصاجية الحلبية وخاصة لما تكون على أصولة رح علمكم بها الفيديو كيف نعملها وكيف نقلية وكيف فينا مفرزة بالفريزر بطريقة كتير سهلة وعلى أصولة وكتير طيبة فتابعوا معي طريقة التحضير صباح الخير ويسعد لي أوقاتكم جميعا من وينما كنتوا عم تتابعوني رجعت لكم بفيديو جديد وأكلة جديدة اليوم رح نعمل على الغداء قطية بأكلة كبب صاجية في العالم سهلة سريعة ما بتاخد وقت كتير غير بالتقريص ورح علمكم كيف تقلوها وكيف تفرزوها بالفريزر بطريقة سهلة ورح تكون الكبب على أصولة وغير شكل خلونا نبلش بالفيديو ونشوف كيف رح نعمل قطية بكب صاجية عندي تقريبا كيلو ونص من البرغل الناعم العمقي أنا بخسله فقط ما بنقعه بالماء مجرد أخسله بيكون فيه شوية ماء رح يفنش البرغل لحاله وبحط شوية كمون ورح حط ملح وكم حبة من البصل يعني طيبة الكبة يكون فيها بصل سواء بقلب الحشوة أو بالعجينة الكبة نفسها بعدها بضيف شوية ماء للمرغل لحتى يرجع يصير رطب وما يعزبني أثناء الدياران على الماكنة وبالنسبة للكبة الصاجية أنا بحط الحشوة فقط شحمة يعني رح أعملها على الدق الأديم كتير اللي بيعملوها كانوا أهل حلب الأديمين بيكتفوا بالشحمة فيكن تحطوا فيها يعني بقلبها حشوة لحمة هاي شغلة بترجع لكم بس رح نحن رح نعملها على أصولة عندي تقريبا ربع كيلو من الشحمة حطت لها شوية بهار ونعناع وفليفلة وبحركم مع بعضهم وبعيفهم على جنب وببلش بجهز لعجينة الكبة بدير ماكينة عفوا بدير البرغل على الماكينة ثلاث مرات وبعد ما بديره ثلاث مرات وطبعا بكل مرة بيكون ناشف البرغل برجع بزيد فوق شوية ماء بالنسبة للكبة الصاجية بينحط تقريبا هبرة كمية منيحة لأنه هي عبارة عن برغل وهبرة والحشوة رح تكون شحمة فحطيت تقريبا كيلو هبرة هبرة غنب فيكن تحطوا هبرة عجل للكيلو ونص برغل برشل للهبرة شوية بهار حلبي وبعدها بضيفهم شوية ماء كل ما بحس البرغل نشف برجع بضف له ماء وبحركم مع بعضهم لحتى تتشكل عندي عجينة الكبة الرائعة يلي فيها هابر كتير كل الكمية تبعت الكبة بكورهم بهذا الشكل لحتى يسهل علي التحضير ويصير الشغل أسرع يعني بكورهم هيك وبحطهم على جنب وبغطيهم بكيس وبعدين ببلش بتطبيقهم وطلعت عندي ما شاء الله كمية كتير وفيرة وكبيرة من الكبة يعني تقريبا للكيلو ونص برغل طلع لي تقريبا ستين قرص من الكبة الصاجية بجيب كل كرة من الكرات اللي كورتهم من الكبة بحط تحتهم كيس وفوقهم كيس نيلون أهم شي يكونوا فيه كياس نيلون عندكم وببلش بمسدهم بهذا الشكل بيدي وبشكلهم على شكل القرص فيكن تكبروا القرص كتير وفيكن تضغروا بعدها بجيب صحن أو صينية صغيرة وبضغط عليهم يعني أنا بدي يكون القرص رئي طيبة الكبة الصاجية إن تكون رئيئة لحتى تتقرمش أثناء القلي بهذا الشكل عملت أول قرص بشيله بحطه على جنب وبرجع بعمل القرص الثاني وبعدين بحشيهم متل ما لكون شايفين رئيئة كتير فيكن سم كموة أكتر بس هي طيبة إن تكون رئيئة لأنه فيها هبرة زيادة بعدها بجيب الكيس مرة تانية وبرجع بعمل قرص تاني بهذا الشكل وكمان بلقيدي شوية مي لحتى يلزق الكيس عليهم وبضغط عليهم بهذا الشكل لحتى يصيروا على شكل أرص وبرجع بجيب الصينية أو صحن وبضغطهم لحتى يصير عندي أرص يعني متساوي متلهم متل باقي الأقراص بهذا الشكل بضغط عليهم الكبة الصاجية أهم مشي تكون هبرتة كتيرة يعني هبرتة محرزة لأنه هي عبارة عن برغل وهبرة فقط الحشوة راح تكون متل ما تلكون شحمة بعد ما بصير عندي الأرص بهذا الشكل بحط الشحمة بقلبه راح حاول حط الشحمة في الوسط ما بدي يجيبها على الأطراف لحتى ما تطلع لبرة ويفصلوا الأرصين عن بعضهم بحط الشحمة هيك وبعدين راح جيب الطبقة اللي عملتها أول مرة وهي لزقاني على الكيس لحتى يسهل علي وطبقه فوقه أول شي اضغط عليها لحتى يطلع منه الهوى بعدين بلش رسرصهم من الجوانب وبعدين ارجع اضغط عليهم بالصينية والصحن لحتى يصير متساوي يعني سهلة وما بدي شيء أبدا وهي من أسهل أنواع الكباب متل ما قلتلكون أهم شيء طالعوا منه الهوى لحتى ما يفصل الأرص الأول عن الأرص التاني يعني بعد ما بيطلع الهوى هيك وبتأكد أنه من كل الجواني بتسكروا بجيب صينية أو بجيب الصحن وبرجع بضغط عليهم ضغطة بسيطة بعدها برجع بغلفها بالكيس وبقيمة على جنب وهيك صار عندي أول أرص يعني ما بدي شيء أبدا بس بدي شوية وقت بالتأريص وفينا طبعا نحطها بالفريزر بس لما بدنا نفرزها بالفريزر هالأنواع من الكباب لازم نقليها نصف ألية يعني هلأ بتشوفوا كيف رح قليهم على المقلاية لأنه فيها شحمة والشحمة حتى لو نحطت بالفريزر والفريزر متواصلة بدون قطع كهرباء رح تضرب ورح ينتزع طعمة الكباب فأنا بشوية تقريبا نصف استواء إذا بدي يمون بالفريزر وقيمت بدي بطالعهم وبرجع بحمي المقلاية وبحط شوية سمنة وبرجع بقليهم برجعوا تازة وطيبين وما في أطيب منهم مثل ما قتلكون تقريبا طلعت عندي الكمية 60 أرص من راس الكب الصاجية بهذا الحجم لا كتير كبار ولا كتير صغار يعني ليش حاولت أعملهم بهذا الحجم لحتى أثناء القلي ما يعزموني لما بدي أقلبهم في ناس بتحطها بالفرن وفي ناس مثلي بتقلية بالمقلاية هي أصولة تنقلة بالصاج أو بالمقلاية بحط شوية سمنة كتير صغيرة وبهذا الشكل ببلش أضغط عليهم لحتى تتأمر وتستوي عندي الكب الصاجية مثل ما لكم شايفين فينا ناكلها بسرعة وفينا مفرزة بالفريزر بس مثل ما لكم بدنا نشوية نص استواء يعني بس الدوب الشحمة نحن جنب الكب الصاجية منحب نعمل مساقعة البنادورة كمان كتير طيبين رح حط لكم رابط وصف مساقعة البنادورة بصندوق الوصف وياك يا حبيبي بكون وصلنا لنهاية الفيديو عملنا أطيب كب صاجية وعلى أصولة ولا تنسوا الاشتراك بقناتي ولايك وشير وشكرا لكم على المتابعة